أهلا بكم من جديد الهيئة العاملة القوى العاملة توصل جهودها في رصد مخالف القرار لداري بشأن حظر تشغيل العملة في المناطق المكشوفة من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الرابعة مساء القرار يستهدف حماية العملة من أشعة الشمس نظرا لظروف المناخية الحارة التي يصعب مواجهتها أثناء فترة العمل كما تستمر الحملات التفتيشية في جميع مناطق دولة الكويت الهيئة العامة للقوى العاملة توصل جهودها في رصد مخالف القرار الإداري بشأن حظر تشغيل العملة في المناطق المكشوفة من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الرابعة عصرا عمال أول ماينة عمال يشتغلون بين فترة حد الظهيرة اللي من 11 للساعة 4 نحن نمنع العمال أن يشتغلون في الفترة نمنع صاحب العمل أن يشتغلون في الفترة وفق القرار عندنا تطبيق المعايير الدولية عندنا تشريحات وطنية بالكويت نحن بالهيئة القوى العاملة وفق القرار 535 المادة الرغم 2 يحضر على صاحب العمل تشغيل العمالة في أماكن عمل مكشوفة من الساعة 11 للساعة 4 الحملات التفتيشية مستمرة في جميع مناطق دولة الكويت خاصة وأن هذا القرار يستهدف حماية العمالة من أشعة الشمس نظرا للظروف المناخية التي يصعب واجهتها أثناء فترة العمل طبعا بلاغات حاليا من 1-6 اشتغلنا دشينا في المجال هذا من 1-6 لغاية 31 في مالية فاتحين عندنا رقم حطينا حق تلقي خط ساخن تلقي بلاغات تلقينا أربع بلاغات لحد الآن وعندنا فريق قاعد يمشي على جميع المحافظات من يشوفون عمال ووقف العمل عنهم ونعطيهم اختار تلافي مخالفة ما نخالفهم بشكل مباشر نعطيهم اختار تلافي مخالفة ونعود عليهم مرة ثانية حفاظا على سلامة العمالة واصل الهيئة العامة للقوى العاملة جهودها وتفعيل الخط الساخن لتلقي البلاغات وعلى حويدر تلفزيون دولة الكويت